اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح تواجه بعض النساء الحوامل مشاكل متعددة اثناء فترة الحمل منها ما يتعلق بصحتها ومنها ما يتعلق بصحة الجنين وسلامته والمشاكل الاكثر شيوعا فيما يخص هذه الحالة الاخيرة هي مشكلة قلة وزنه وسنعرض في هذا الفيديو طريقة زيادة وزن الجنين في بطن الام اتبعي نظاما غذائيا صحيا فهو يعد الحل الافضل لتعزيز نمو جنينك بطريقة سليمة مع العلم انك بحاجة لتناول 300 سعر حراري اضافي على سعرات الحرارية التي كنت تتناولينها قبل الحمل وتناول الكثير من الفواكه خاصة الغنية بالالياف ومنها الموز والتفاح وتناول الخضروات والحليب او منتجاته والحبوب الكاملة كذلك اللحوم والبيض مع التنبيه الى ضرورة اعدادهم باستخدام زيت صحي وتساهم اللحوم والبيض بشكل فاعل في وصول جنينك للوزن المناسب وتناول الاطعم الغنية بالدهون الصحية والتي منها المكسرات والبذور وزيت الزيتون والاسماك الدهنية كالسلمون حيث تعزز هذه الدهون من الامتصاص السليم للمواد الغذائية وإيصالها الى الجنين كذلك أضيف المحليات الى الاطعم المختلفة وتناولها بطرق صحيحة وذلك بالابتعاد عن المحليات الصناعية والسكريات الضر بالحمل واستبدليها بالعسل الابيض مثلا بمعدل ملعقة يوميا واشرب عصير الفاكهة الطبيعية فهو يزيد من السعرات الحرارية ويحسن من صحتك وجنينك فتناول من ثلاث الى أربع وجبات يوميا حتى يحصل جنينك على كمية الغذاء المناسبة ويصل الى الوزن الصحي وأخيرا ضرورة تناول الفيتامينات التي وصفها لك الطبيب بشكل مستمر ومنتظم وذلك للحفاظ على صحتك وجنينك انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات